نسبة الحديث عن المدير الفني وفريرة تحديداً هل شايف فيه كيمية ما بين عقلية اللعيبة والمدير الفني البرتغالي؟ لأن شفنا منتخب مصر برتغالي، شفنا الأهلي قبل كده برتغالي النهاردة الزمان، ففكرة التقلق مع مدير فني برتغالي ده لوجود كيمية ما بين اللاعب ويه المدير الفني؟ واقعياً وعلمياً، والناس اللي اشتغلت معها حتى برا مصر وكده لأ، عشان ما نبقى واقعين، أنا ما نقولش كلام إنه تعرف إحنا المصرين نحب قوي الحاجات لا نحب، أبداً، 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 أبداً لا، واقعياً، لا، طبعاً إن شاء الله مدير فني من بنجلا ديش ما لنش علاقة إيه أفكاره؟ وبيقدر يتعامل مع اللعبين إزاي؟ إزاي؟ والشخصية اللي بيتعامل بها مع اللعبين، شخصية المدير الفني يمكن جوزي منو الجوزي اللي جاء إلى مصر كبرتغالي هو اللي رسخ فكرة إنه البرتغاليين أذكية والبرتغاليين بشكل عام أذكية حتى جوزي مورينو ملعبش كرة لكن من أفضل المديرين الفنيين اللي مروا في تاريخ كرة العالمية بشكل عام وغير في الشكل العام زي كده في عالم كرة اليد المدرسة الإسبانية مدرسة عالية أو محتكرة دلوقتي كل الأندية والمتخبات على مستوى العالم التقال كمديرين فنيين هما إسبان نفس الكلام على مستوى كرة القدم لا البرتغاليين أذكية بيعرفوا يتعاملوا زي مع كل فريق رحله والدوري والمنظومة العامة اللي هما فيها فبيض أقلموا ولذلك إحنا بدأنا نستعين بيوم لأنهم نجحوا فليلا ما نقررش التجربة هي فكرة النجاح مع مدير فني بعقلاه معيار من وجهة نظر الجماهير ما نجحش زي سوارش مبارح هو اتقل في المؤتمر الصحفي قالوله دي آخر مباراة لي قالولهم دي آخر مباراة هذا الموسم بالضبط ده زكاية البرتغاليين اللي بيتكلم عليه برد سوارش رايح ستين معنا ده أحسن مدير فني ببرتغالي مجاش يعني مش عايز أكون قاسي بس اللي اختاروا غلط واللي اختاروا مش على دراية بس اللي اختاروا قالك الأهلي بنجح معاه أي مدير فني على أساس أنه الأهلي بالوضعية بتاعت اللعبين اللي هم مرتاحين الكويسين اللي لو جبنا كمل بهم سامي قمصان حتى لنهاية الموسم لو كانوا في حالتهم كان ممكن ينافس على اللقب أي مدير فني هو دايماً نادي الأهلي بفكر في أنه ما جيبش مدير فني زي مثلاً المدير فني بتاع مدخب مصر رجل تقيل اسم كبير بتاع لأ أنا عايز مدير فني جعان شوية مش جعان دي حاجة واش جعان إنه أنا عايز حقق ذاتي زي بيت سمو سيماني الرجل يوصل كأس علام للأندية مع فريق الجنوب أفريقي وحقق لقب دور أبطال أفريقيا في 2016 على حساب الزمالك وكماش كويس بس برضو جعان للبطولات والألقاب وتحقيق الذات ولذلك لما جابه النادي الأهلي هو عايز يعمل حاجة تمانده تحدي بزبط وانا قلت هنا في صباح الخير يا مصرول أول ما جاء التاني يوم قلت هو مش قدر النادي الأهلي لكن هينجح مع النادي الأهلي لكن سوارش هل سيتكمل في النادي الأهلي من؟ مين؟ سوارش سوارش من الكواليس؟ لا هم هقول لك على حاجة مجلس إدارة نادي الزمالك والمسؤولين على مجلسات نادي الأهلي ومسؤولين عن الكرة شوية شوية وده عايب مش يشوفه ميزة بس بيمشوا مع سوش هالمتي لكي نبقى واقعين في الفترة الأخيرة ぅووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لديهم علاقة بالكورة، لأنه لا، الرجل دا مشيكاً. طيب أنت شايف أن هذا استعجال أو لا؟ لأنه برضو ما خدش فرصة وما كانش بلعب بالفرقة الأساسية. لا، هو خد فرصة، وخد فرصة كويسة جداً. ما بلعبش بالفرقة الأساسية، فين لمستك؟ فرصة الناشئين؟ فين لمستك؟ درب أسترن، درب الجونة، لازم يبقى ليك لمسة. أنا علاقت كثير من المباراة. من أخر المباراة لم أطلع الجيش علاقتها لأحد الإطاعات، وحتى في كل البطولات. لا.